السلام عليكم ويسعد أوقاتكم جميعاً إن شاء الله بتكونوا بخير وصحة وسلامة من وين ما كنتوا بتتابعوني اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض فتة الشورمة رح نعملها بطريقة كتير كتير سهلة مناسبة كتير للمبتدئين كيف مع وقتكم دايماً أنا بحب أعمل وصفات تكون مقاديرها متوفرة بكل بيت أيضاً مناسبة كتير للبنوتات اللي بيتعلموا طبخ جديد بحب دايماً أعطيكم أدق التفاصيل حتى يطلع معاكم الطبق كيف ما بتحبوه وأكتر لنشوفوا الطريقة خلينا نتابع الفيديو للآخر أسفل الفيديو رح أتركي لكم رابط حملة الميت ألف اشتركوا فيها وفعلوا زر جرس التنبيهات حتى يوصلكم من ملك كل شي جديد بجديد أنا بنزله على القناة خلال الفترة اللي جاي ويلا ناخد مع بعض المقادير ونشوف كيف رح نشتغل فيها في البداية الصبايا أنا هون عندي صدرين من الدجاج أنا مقطعتهم كيف ما أنتوا شايفين طبعاً تقدروا تستخدموا الأوراك أو أوراك وزدور أو الدجاجة كلها يعني ما في أي مشاكل أيضاً عندي كوب ونص الكوب من الرز المصري ساعة الكوب اللي أنا مستخدمته 250 مل كوب الشاي العادي عندي خبز لبناني رغيفين أنا مقطعتهم مكعبات كيف ما هو واضح قدامكم أنا عندي هون كمان اللبن الزبادي هذا هو لبن الزبادي أيضاً صبايا عندي هون كمان أنا بصلتين حجم البصل اللي أنا مستخدمته حجم وسط فيكم تستخدموا واحدة كبيرة أو ثلاث صغار برضو البصل اللي أنا مستخدمته الأبيض مش الأحمر عندي سنة من التوم حطيت على شوية ملح وهرسته كتير منيح بالإضافة أيضاً للبهرات اللي استخدمتها عندي معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من الففل الأسود بودرة بصل بودرة توم بودرة الزنجبيل بابريكا مدخنة وبهرات الدجاج معلقة صغيرة من كل اللي ذكرت عندي هون صبايا صدرين من الدجاج أنا الصدر قطعته من النص وقطعته كتير رفيع كيف ما هو واضح قدامكم لو حبيتوا تستخدموا أوراق كيف ما قلت لكم ما في أي مشاكل أطعوهم بنفس الطريقة أضفت عليهم جميع الابهرات اللي حكيت لكم عنها بودرة بصل بودرة توم بودرة الزنجبيل بابريكا مدخنة أيضاً بهرات الدجاج وملح وفلف الأسود حطيت عليهم ما يقارب ثلاث معالي أكبار من زيت نباتي حركتهم كتير منيح وحتركهم بالتلاجة من ليلة كاملة أقل شيء أقل شيء ممكن يعدوا بالتلاجة ساعتين بس يفضل إنه يكون ليلة كاملة تمام تركته على الجنب وهون رح نبلش نعمل بالرز عندي رز مصري غسلته كتير 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 منيح كيف ما هو واضح قدامكم لازم الرز ينغسل صبايا قبل ما تنقعوه كتير منيح أضفت عليه مي دافية تركته لمجرد ساعة تمام أو لنص ساعة ما في أي مشاكل بعدها صفيته من المي على طول حطيته بالتنجرة ضفت على التنجرة ثلاث معالق من الزيت أو السمنة لو بتحبه ما في أي مشاكل حركته كتير منيح رح ضيف عليه معلقة صغيرة من الملح بعدها رح أغمر لازم بمي سخنة في حال أنتوا ما شوحتوا الرز بمعلقتين الزيت على طول فيكم إنه تضيفوا المي باردة مع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الزيت ما في أي مشاكل غمرت الرز أنا صبايا كيف ما هو واضح قدامكم كيف ما قلتلكم بمي سخنة لو حبيت وأنكم تشوحوا الرز تمام أول ما بيغلي معانا صبايا بهذا الشكل على طول رح غطيه وأتركه على نار كتير هادية لحد ما الرز يستوي معانا تماما تقريبا بياخد 15 دقيقة بيكون استوى على نار هادية عندي صبايا هون أنا مقلة كبير بضيف عليه معلقتين من الزيت النباتية مش أكتر لأنه إحنا حطينا على نقعة الدجاج معلقتين من الزيت فما تكتروا زيت على المقلة بمجرد ما حمي معاكم الزيت وقدح بتنزلوا الدجاج مباشرة بتهدوا النار على الوسط مش من المفروض إنه الدجاج يطلع كل ميته انتبهوا كتير كتير لهاي النقطة حتى ما تفقدوا القيمة الغذائية اللي موجودة بالدجاج تمام نتركه على جناب وعلى طول رح أخذ مقلة تاني وضيف معلقتين من الزيت تمام وأول برضو ما بيقدح معاي الزيت رح نزل البصل مباشرة لازم البصل صبايا ما يدبل معاي على الآخر أو يدخل بمرحلة التحميص لازم أشوحه لمجرد دقيقتين لمجرد ما البصل تشوح معي لمجرد دقيقتين كيف ما قلت لكم على طول أنا بضيف معلقة كبيرة لمعلقة ونص تقريبا من السماء كيف ما هو واضح قدامكم تمام؟ على طول بشيل البصل صبايا وبنزله فوق الدجاج مباشرة بشوح الدجاج صبايا مع البصل لازم البصل ياخد نكهة الدجاج أيضا الدجاج ياخد نكهة البصل لازم أنا أظلني محافظة على البصل ما يطرى معاي على الآخر أبدا ولازم برضو إني أظلني محافظة على الدجاج يظل معاي جوسي ما يدخل بمرحلة التحميص أبدا تمام؟ كيف ما هو واضح قدامكم شوحتهم أنا كيف ما قلت لكم لمجرد دقيقتين بتفلغس تحته صبايا وهيك بيقول كل شي صار عندي جاهز الرز استوى أيضا شوحنا الدجاج وهلأ رح نطبقها مع بعض عندي هون صبايا نص كيلو من الزبادي استخدموا أي نوع زبادي أنتوا بتفضلوا وبتحبوا يعني ما تتقيدوا بنوعية معينة أنا الزبادي اللي مستخدمته زبادي عادل موجود بأي سوبر ماركت رح ضيف عليهم بعضة صغيرة من الملح أيضا رح ضيف سن من التوم هاي رستو كتير كتير منيح وهون خلينا نقول إنه سن التوم اختياري يعني لو بتحبوا ضيفوه ما بتحبوا استغنوا عنه تماما حركتوا كتير كتير منيح صبايا حتى بس اندمجت التوم مع اللبن وبعدها رح نطبق الشاورماء مباشرة عندي هون بايركس حجمي كبير أو صنية مقاس 24 الموجود عندكم ما في أي مشاكل حطيت أنا الخبز اللبناني أنا حمصته بالزيت أو فيكم اتحمسوا بالفرن ما في أي مشاكل تمام رح ضيفوه بالبايركس كيف ما هو واضح قدامكم وعلى طول رح ضيف عليه اللبن الزبادي فتت الشاورماء صبايا الخبز لازم يضل فيها بيؤرش ما بينضاف عليه مرء الدجاج أبدا عشان هيك إحنا على طول بمجرد ما حطينا الخبز رح نضيف عليه اللبن مباشرة بعض المطاعم بضيفوا على الخبز لبن زبادي والبعض التاني لا ما بضيف أنا جربتها على الحالتين بالحالتين كتير كتير طيبة تمام يعني أنتو لو جربتوها بلبن الزبادي وفي ناس جربوها بدون لبن الزبادي الطريقتين صح تمام المهم ما بينضاف مرأة نهائيا بعد ما غطينا الخبز بلبن الزبادي صبايا على طول رح افرد الرز مباشرة تمام كيف ما هو واضح قدامكم طب احنا منقدر نعمل الرز أصفر طبعا منقدر نعمل الرز الأمريكي بدل الرز المصري برضو طبعا يعني على الحالتين بصير رح افردوا لك الصبايا كيف ما هو واضح قدامكم بعدها رح ضيف الدجاج مباشرة فوق الرز طيب في حال انتو اعملتوا الرز أصفر فيكم تدهنوا على الوجه معلقة لمعلقتين من لبن الزبادي فوق الرز حتى يبين شكل الدجاج لو خلتوا مثلي أبيض ما في داعي أبدا انكم تحطوا معلقة الزبادي فوق الرز فردت الدجاج صبايا كيف ما هو واضح قدامكم ورح زينه كيف ما هو واضح قدامكم عندي أنا هون لوز وكاشو زينته أيضا رح احط عليه شوية من البقدونس بس حتى اكثر لون كيف ما هو واضح قدامكم طبعا هالطبق صبايا غرام يا غرام طبقوا وبعتولي تطبيقاتكم على جروبي فيسبوك اسمي جروبي وصفات اقتصادية على قد الإيد أكيد بتشرفوني وبتنوروني أي استفسار فيكم تكتبوا لي ايات تحت بالكومنتات أو ترسلوني على جروبي فيسبوك وأهلا وسهلا فيكم جميعا صبايا هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم بتمنى انه يكون عجبكم ما تنسوا تعملولي لايك لهذا الفيديو وتنزلوا تحت تشتركوا بقناتي حتى يوصلكم من ملك كل شي جديد بجديد أنا بقدمو على القناة ألف صحة وعافية كل مرة حيجر الوصفة اليوم بشوفكم عخير وبي باي اشتركوا في القناة